اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من احوال الوطن من احوال المستشفيات اللي بنعالج فيها ناسنا واهلينا واحوال المدارس اللي بنعلم فيها ولادنا واحوال اقسام البوليس اللي بنلجأ لها عشان يفترض انها تحمينا وهل هيفرق مع المواطن العادي كلام المسئولين ومزيع البرامج البوليسية والخبراء الاستراتيجيين والشعراء الميري عن عظمة البلد وجماله وتضحيات قطه لو كان كل الكلام ده ملوش اثر على ارض الواقع ما افتكرش ان فيه مصطلح بنسمع عنه وبنفتح الحنفية نفتح التلفزيون نفتح اي حتة لان المصطلح ده نازل منه في الفترة الاخيرة اكتر من مصطلح اسقاط الدولة اللي دايما بتلاقيه جاي في معرض اتهام كل من يفكر في تغيير الاوضاع القائمة سواء بشكل ثوري او اصلاحي او حتى نقضي هادئ على خفيف دايما تهمة السعي لاسقاط الدولة مشهرة في وجوه كل من يفكر انه يعمل اي حاجة اقل من الموالسة والتطبيل والشيء الاخر ايه اللي كانت جماهير الكورة بتشكي للصحافة منه وفي شعرها الشهير الصحافة فين قبل ما تبقى الصحافة للأسف المعقل الابرز والاهم لذلك الشيء ايه وطبعا الكل بيتكلم عن حكاية اسقاط الدولة اللي طبعا بتثير الفزع في المواطن البسيط اللي بينسى انه من اهم شروط اسقاط الدولة انه يكون عندك اصلا دولة عشان تخاف من سقوطها لو اعتمدنا التعريف المبسط سياسيا لفكرة الدولة بوصفها تجمع سياسي يؤسس كيانا ذا اختصاص سيادي في نطاق اقليمي محدد ويمارس السلطة عبر منظومة من المؤسسات الدائمة اللي هو التعريف الموجود في كتب العلوم السياسية مش هتلاقي هذا التعريف للدولة ولا غيره من التعريفات اللي يمكن الاصعب حاضر وانت بتقرأ مذكرات الدكتور كمالك جنزوري رئيس الوزراء الاسبق واللي بيعتبره كثير من المواطنين في مصر على اختلافهم نموذج لرجل الدولة زي ما بيقولوا او زي ما بيتصوروا في كتابه طريقي الصادر عن دار الشروق من سنتين ونص يعني قبل ظهور مسلسل طريقي للمطرب عشرين فبالتالي الكلمة طريقي ترجع للدكتور الجنزوري بيروي لأكثر من 40 سنة واللي بيتهم المواطنين الشرفاء ثورة يناير بانها حولت اسقاط الدولة دي والحقيقة ان الدولة اللي بيتكلم عنها الجنزوري في كتابه ومذكراته يمكن استنباط تعريف بقى اخر ليها من خلال الكتاب يمكن نقول انها تجمعات من البشر يتحكم في حاضرهم فرد واحد لا يسأل عما يفعل ويصنع مستقبلهم حسب مزاجه وهرموناته واعصابه وكيفه وتساعده في ذلك كيانات عشوائية يطلق عليها اسم المؤسسات يدرها الاشخاص الاقرب لمزاج الحاكم الفرد والاقدر على ضمان مصالحه طبعا التعريف ده اللي هو ممكن ينطبق على دولة مبارك هو نفس التعريف اللي بينطبق على دولة السيسي بالكربون هتصل للتعريف ده من خلال اراءة كتاب الجنزوري مع ملاحظة انه ما بيرويش مثلا وقائع خطيرة بالمستندات عن فضائح فساد مالية بالمليارات او بيكشف اسرار مزهلة عن تربطات مافيا المصالح اللي كانت بتحكم مصر وقت ما كان في الدولة بالعكس الراجل بيروي بحذر الموظف العتيد بعض ما يمكن الا يعرضه للمسألة القانونية لو يعني جدت في الامور امور ومع ذلك فما يرويه من وقائع متحفزة شهدها لا اقول يكفي بس لمحاكمة مبارك ومن يتشدد ليه بتهمت الفزاد السياسي لان ده اصبح حلم بعيد المنال بس يكفي انه يفوق العايشين في اوهام ان مصر كان بها في زمن حسن مبارك دولة بيهنه عبدالفتاح السيسي انه هو استعاد هيبتها بالبندقية والبيادة والمزابح وما الى ذلك تعال اخد عندك مثلا على سبيل المثال وقعة خطيرة بتارت في الكتاب بخصوص مشروع مدور لتكرار البترول المشترك بين مصر واسرائيل واللي كان بيدار باشراف المخابرات العامة ده يعني مش سر يعني ده مشروع علني وبيتكلم عنه الجنزوري وكانت نسبة المشاركة المصرية في بداية المشروع ستين في المية مقابل أربعين في المية شاركت فيها اسرائيل واخدوا بالكم الكلام ده في ظل اتهام اي حد ليه علاقة بالثورة او بالمعارضة انه هو عميل لامريكا واسرائيل بس يعني ما علينا المهم بيروي الجنزوري انه هو تلقى اتصال من لواء عمر سليمان رئيس المخابرات العامة في اوائل شهر يوليو 97 بطلب التوصية لدى البنك المركزي بضمان قرد اجنبي لاستكمال تمويل مشروع مدور جنزوري اتصل بمحافظ البنك المركزي وقتها اسماعيل حسن واللي فجأوا بان ما تطلبوا المخابرات العامة مش بس ضمان من البنك المركزي لنصيب الجانب المصري بل ضمان حسة الجانب الاسرائيلي ايضا ثانية واحدة بس يعني عشان اتأكد ان حضرك سمعتني صح المخابرات العامة المصرية بشهادة الجنزوري المحبوب من كل الرؤساء بما فيهم السيسي بيقول ان المخابرات طلبت من البنك المركزي المصري مش ضمان نصيب المخابرات المصرية ضمان نصيب اسرائيل كمان يعني احنا ايوة يعني كده اظن حضركتك سمعته صح وترجع تقدر الكتاب الكتاب موجود في دار الشروق وبيباع في المكتبات مش كتاب سري يعني طبعا الكلام ده رفضوا اسماعيل حسن ورفضوا الجنزوري واكد عليه ان هو ما يديش ضمان اطلاقا للحصة الاسرائيلية ايا كان الضغط عليه الجنزوري بيقول ان هو ما كانش مرتاح للمشروع خاصة لما تبين ان النسبة 20% من رأس المال المصري هي من نصيب رجل الاعمال حسين سالم ضابط المخابرات السابق وصديق حسن مبارك المقرب وحضرتكو عارفين طبعا قصته المؤسفة اللي انتهت باسقاط الاحكام عنه والتصالح معه لكن الجنزوري يعتبر ان اقصى حاجة ممكن يعملها انه يرفض ضمان البنك المركزي لحصة الجانب الاسرائيلي وان ده قرار ممكن الدفاع عنه قانونيا وماليا عشان هو مش قد انه يدخل بقى في ملفات شائكة اكتر من كده لكنه فوجئ بعد ده بزيادة حصة الجانب المصري في المشروع لـ 80% عشان الالتفاف على الحكاية ومع ذلك استمر اصرار الجنزوري ورئيس البنك المركزي على رفض ضمان العشرين في المية الخاصة بالجانب الاسرائيلي اللي داخل بلطجة بقى وهو ما تم فعلا لكن المسألة ما انتهتش عند ذلك الحد ولما تم اعادة هيكل الملكية تم تقييم قيمة السهم في المشروع ده بـ 1000 دولار بعد عدة شهور جي حسين سالم للجنزوري يطلب منه بصفته رئيس للوزارة انه يوافق ليه على بيع 20% من الاسهم فالجنزوري قال له انا المسألة ما تخصينيش لا بيع ولا شراء روح لمالك الاسهم مباشرة واطلب منهم الطلب ده بيروي الجنزوري انه فوجئ ان حسين سالم اسقط في يده وطلع انه مش مستريح للاجاب فبيقول له سألته من باب العلم بالشيء ان شاء الله نوين تبيعه السهم بكام فقال بـ 4000 دولار فقال له ازاي ده السهم من شهور كان بـ 1000 دولار وبعد شهور يقفز لـ 4000 دولار ايه اللي حصل المشروع لم يأتي بجديد ليتغير السعر ويتضاعف 4 مرات فهل التقييم الاول كان اقل من الواقع ام ان التقييم الاخير اكثر من الواقع ولكن احسست ان الامر فيه شيء وسكت عندما لاحظت ضيق في وجهي وبعد قليل اتصلت باللواء عمر سليمان واخبرته بما جرى فقال تعقيبا على سعر البيع تعالوا بقى ايه نشوف رد الجنرال الصقر الذي اسقط المخابرات العالمية رد قال ايه بشهادة الجنزوري قال له اهي تجارة بقى وبالطبع ما قالش الجنزوري لعمر سليمان ان دي مش تجارة ان ده فساد مبين يستحق المحاكمة طبعا الجنزوري ما قالناش في مذكراته لماذا صمت كرئيس وزراء على هذا التلاعب في الاسعار اللي بيدفع تمنه المصريين لانه عارف زي ما احنا عارفين ان ده كان ممكن لو كان عندنا دولة حيث كان سيتيح له منصبه كرئيس وزراء انه يتدخل ويقف الفساد ده ويحاسب المسؤولين عنه لكن لما تكون رئيس وزراء لخرابة او حتة ارض ملكها فرد واحد فمش من الحكمة ابدا انك تدوس لصديقه ورئيس مخابراته على طرف غاية ما يمكنك فعله وتفتخر بيه قدام التاريخ انك تحاول تقلل مكاسب التجارة او النهيبة اللي بيدرها رئيس المخابرات العامة ويتربح منها صديق الرئيس او في احسن حال تخليهم يبزلوا مجهود اكبر في تزبيط المكاسب على الورق بطريقة نجيب الرحاني اللي حضرتكو فاكرينها بتاعة الخروف والحبل والطريقة دي الجنزوري كان بيتصور انه وقعيته المفرطة او خلينا نقول انسحاقه السياسي هستكفله بقاء اطول في منصب رئيس الوزراء عشان اللي كان بيحلم بتنفيذه من مشروعات اقتصادية مهمة كان فاكر انه مبارك اللي اختاره للمنصب بعد ما اجل ده عبر سنين عديدة اكثر من مرة هيطلق يده في العمل في مشروعات كان بيفكر فيها من ايام ما كان ماسك منصب وزارة التخطيط لان نجاح مهمته يعني نجاح ما نختاره لها اللي هو مبارك بس ما ادركش ان حاجة البلاد الى نجاحات اقتصادية سريعة لا تعني ابدا عند مبارك انه يغير وظيفة رئيس الوزارة من شماشرجي وحامل اختام الى مسؤول صاحب قراره شخصية الجنزوري بيحكي لنا انه هو شاف خلال اقترابه من مبارك كوزير ازاي عطف صدقي للسبقه نجح في البقاء فطويلا في منصبه كرئيس وزارة لانه كان دايما بيضبط مكته على مزاج الرئيس لدرجة انه يبيع وزراءه لو حس ان دفاعه عنهم ممكن يزع على الرئيس منهم ده اللي حصل مثلا في ابريل 93 لما اقترح وزير الداخلية السابق عبد الحليم موسى على عطف صدقي عقد اتفاق تهدئة مع بعض الجامعات الاسلامية فعطف صدقي وافق ولما الصحافة هجمت الاتفاق بشدة والامر وصل لمبارك وسأل عطف صدقي ازاي ده حصل قال له ما عرفش اي حاجة عن الموضوع باع عبد الحليم موسى اللي كان استأزنه وخرج عبد الحليم موسى من الوزارة لكن عطف صدقي قاعد كسب وقت اطول في منصبه التجربة دي وغيرها كانت ماثلة في زهن الجنزوري لما تم اختياره رئاسة الحكومة وعشان كده ما كلفش نفسه وعناء الدفاع عن اختياراته للوزراء اللي بيتوقف نجاح مهمته اصلا عليهم لانه عارف بحكم الخبرة ان كل شيء بيبدأ وينتهي برضى شخص واحد هو صاحب الليلة صاحب العزبة اللي هو الرئيس لذلك بيروي مثلا انه هو في سنة 97 طلب منه مبارك اجراء تعديل وزاري وسأله تقترح خروج مين من الوزراء فاقترح خروج بعض الاسماء فمبارك قال له على الفور انه ما سمعش عنهم اي حاجة تمس سمعتهم وبدل مايرد الجنزوري ويوضح موقفه قال له وانا ما قلتش حاجة عن سمعتهم وخلص وفضله فيعلق بعدها الجنزوري على ذلك الموقف ويقول لكن رده زاد الحصرة في داخلي لانه يعلم بكل تأكيد ورجل الشارع يعلم ما يفعلون ولكن الرئيس لم يكن يرغب في تغييرهم لسبب لديه كان الحل اما الاستقالة او الهروب فيزداد الوضع فسادا او الاستمرار لبدل كل جهدي لمحاصرة الفساد على قدر الامكان رغم تمتعهما وغيرهما بحماية الرئيس ومن المؤسف انه بعد خروجي من الوزارة مباشرة قام صاحب الامر ما بيقول لناش هو مين بس طبعا اكيد مبارك باخبارهما انني قلت عليهما انهما لصوص وكان التصرف الطبيعي منهما الهجوم والسب علي في كل لقاء يكون فيه احدهما او كلاهما فيه وبيعترف الجنزوري انه هو اخطأ في الموافقة على استمرار الدكتور يوسف بطرس غالي في حكومته برغم انه هو كان عارف مشاكله جيدا بس ما كانش يملك الاعتراض عشان مبارك مصر عليه انه هو يستمر في منصبه وكان دايما مبارك يقول اصلا يعني احسن ما تحصل ازمة والجنزوري بيحاول يبرر لنا انه ليه كان بيكمل انه عشان يقول لك انا كتباح لم حاجات كتير بس ما ادركش بخبرته الادارية انه نجاحه مستحيل لو ما كانش قادر انه يتحكم في وزراءه لدرجة انه هو لما طلب من مبارك ان عاطف عبيد يسيب وزارتي التنمية الادارية والبيئة وقال له كفاية عليه قطاع الاعمال الجنزوري طلب من مبارك انه هو يقول له بنفسه عشان ما يتصورش انه هو اللي طلب هذا التعديل والمضحك المبكي انه مبارك نفسه اللي ما كانش مقتنع بقدرات عاطف عبيد في وزارتي التنمية الادارية والبيئة يعني قال له اه فعلا عندك حق هو مش كويس في الوزارتين دول لما ماشى الجنزوري جاب عاطف عبيد رئيس الوزارة عشان يزيد طين البلاد بلة طبعا فيه قصص كثير ووقاعة كثيرة ممكن نكملها في الحلقة القادمة واحنا بنتكلم عن طريقة ادارة العزبة بهذا الشكل المضحك واللي بتخلينا دايما نفتكر انه ما كانش في الحقيقة فيه دولة بالمعنى المفهوم ولذلك لما سقطت هذه الدولة كان سقوطها اولا كاشف عن كم كبير من الجرائم والمصائب والبلاوي اللي كنا محتاجين ان احنا نتعامل معها بجدية لكن للأسف لما الثورة المضادة وجهت مطالب ثورة يناير حاول التصور للناس اه والله كويس او احنا كده استعدنا الهيبة وتلاقي ناس بتحن كمان الايام مبارك بينما الخراب اللي احنا شايفينه واللي من كلام الجنزوري هو في الاخر مخفف وعشرة في المية من الحقيقة يمكن يكشف لنا ايه اللي حصل في البلاد وايه اللي حصل للعباد بنكمل في الحلقة دي اراية مذكرات الدكتور كمال الجنزوري طريقي الصادرة عن دار الشروق واللي يمكن اتكلمنا عنها قولنا انها تثبت انه لكي تنتحدث عن اسقاط الدولة لازم الاول يكون عندك اصلا دولة عشان ما يبقاش عندك عزبة واخدة شكل المؤسسات ظلما وعدوانا بينما في حقيقة الامر هي عزب بتدار بقرارات فردية زي الابعديات زمان بتاعة البشوات وانك تسمي الامور باسماءها ده لو انت راغب اصلا في ان انت تحل او تصلح زي ما بنفهم من الكتاب بتاع الجنزوري لم يمضي وقت طويل لغاية ما اكتشف الجنزوري انه تنازله عن ابسط المقاومات اللي المفروض تكفله نجاح مهمته مش كفاية وانه مش بس واجب عليه ارضاء الرئيس بس وانما لازم يرضي رجال الرئيس المقربين كمان خد عندك مثلا الوقع دي اللي بيحكي فيها ازاي قرر في مجلس الوزراء عدم نشر اي نعي للعزة من جانب الوزراء والمحافظين على حساب الدولة وبعد ما طبق القرار ابراهيم نافع رئيس تحرير الاهرام اشتكى ان الاهرام خسرت عدة ملايين سنويا بسبب انخفاض الاعلانات اللي معتمدة في قطاع كبير منها على التهجايس بتاعة العزاء بتاعة الدولة فلم يبالج جنزوري باعتراضه وبعد سنة من تطبيق القرار اخبر مدير المراسم الجنزوري ان شقيقة كمال الشازلي توفيت وطلب منه ان هو يبعث برقية عزاء لكن الجنزوري فوجئ في اليوم التالي بنعي منشور في جريدة الاهرام باسمه يعز كمال الشازلي من غير ما يكون امر بده فشعر بضيق شديد جدا واحال اللي اشترك في المسألة للمسألة عشان يحافظ على مصدقيته لكن فوجئ بمبارك بيطلبه مبارك بقى شخصيا الفرعون بقى ويقول له مفيش داعي للتحقيق خلاص النعي يتنشر بيروي الجنزوري ان مبارك قال له يومها انا خايف عليك من كمال الشازلي وممكن يعملك مشاكل كتير داخل مجلس الشعب فقلت له لا تخف يا ريس فانا اعرف جيدا كمال الشازلي وحتى يتبين لك مدى قوة واخطورة كمال ارجو ان تتوقف لمدى شهر واحد عن مخاطبته لا تكلمه تليفونيا او ترد على اتصالاته وسترى يا ريس من هو الشازلي وبيقول الجنزوري ان مبارك عمل كده فعلا وما يردش على اتصالات الشازلي اللي جن جنونه واخذ يتصل بي يوميا ويسألني لماذا لا يحضر اي اجتماع مع الرئيس او من يرافقه في اي زيارة ميدانية وهل يمكن ان يتعامل مع اعضاء المجلس وهم يرونه بعيدا عن الرئيس ثم لجأ الشازلي الى زكريا عزمي وكان الرئيس قد علم الحجم الحقيقي لكمال الشازلي ولكن لم يعلق على هذا حتى لا اتصور انني كنت صائبة اخذوا بالكم من الكلام طريقة غريبة جدا يعني مبارك اللي كل الناس بتخاف منه وهو اصلا مش فاهم قوة كمال الشازلي الحقيقية ومش مقدرها صح وخايف يقول للجنزوري ان انت والله كنت صحف اللي انت قلته ما علينا المهم في مواضع كثيرة بيتكلم الجنزوري عن الخوازي اللي كان رجالة مبارك وعلى رأسهم رجل الرئيس القوي زكريا عزمي بينصبوها له منها مثلا ما حدث بعد عودة الجنزوري من رحلة طويلة في شرق اسيا والصين وعاتب الوزراء في اول اجتماع ليه معاهم انه هو رجع ملاقاش حد منهم في المطار ولا حد طلبوا بالتليفون يهنيه بالسلامة فخرجت وزيرا من الاجتماع واتصلت بزكريا عزمي قالت له ايه بقى الحكاية هو البروتوكول الرسمي تغير عشان رئيس الوزراء ينبنا ان احنا مقابلناوش في المطار والمفروض نقابله في المطار زي ما بنعمل مع الرئيس في اليوم التالي مباشرة زار الجنزوري في بيته اسامة الباز وقال له ايه اللي حصل في المطار وإحكاية الوزراء واللي مرحوش فالجنزوري بيقوله انه قال له غاضبا هل تتصور ان هذا سلوكي لقد كنت استنكر ما سمعته من البعض في شكل دعابة هل وصل الامر الى هذا الحد انه يعني في قلب مجلس الوزراء فيه مخبرين ووشاه ولما حاول الجنزوري في اليوم التالي انه يوضح الامر لمبارك رد عليه بحسم خلاص خلاص موضوع انتهى وقعة تانية حصلت في اغسطس 1999 خلال زيارة اهود باراك رئيس الوزارة رئيس وزراء اسرائيل لمصر تحفز الجنزوري على طلب وجهه ليه زكريا عزمي بصفة رئيس ديوان الرئاسة انه يرافق باراك من المطار الى اصل الراستين فالجنزوري طلب ان اللي يعمل ده احد الوزراء مش هو وانه يكتفي الجنزوري بحضور اجتماع باراك مع الرئيس مبارك فعزمي اعتبر الامر فرصة لضرب اسفين بين مبارك والجنزوري وبلغ الحكاية لمبارك من غير ما يوضح موقف الجنزوري بشكل واضح مستغل ان مبارك ما كانش نايم كويس في الليلة اللي فاتت وكان عدم النوم الطويل بيصير اعصابه فانفعل بمبارك على الجنزوري بشكل وصفه الجنزوري بانه قوي لأول مرة خلال عشرين عاما من تاريخ عمله معاه وما وضحش اذا كان ده بيتضمن يعني شتايم بزيئة مثلا لكن بيروي انه لما حاول يوضح الامر لمبارك قال له زكريا ما بيكذبش فرد الجنزوري وقال له انا كمان ما بكذبش اسمعني يا رئيس واعطيني فرصة فقال له لا فالجنزوري قال له لا لا خلاص وتصور الجنزوري انه مبارك هيقيله في اليوم التالي لكن يمكن مبارك نام كويس تاني يوم فمزاجه كان عدل ففوجئ الجنزوري مبارك بيقابله بشكل عادي بل بالعكس ودود اكتر من اي فترة مضت لكن في الوقت نفسه كان بيحضر له خزوء اللي هيطيح به من الوزارة وبيتكلم الجنزوري في مواضع كثيرة من مذكراته عن حساسية مبارك من نجاح او لمعان اي من مرؤوسيه بشكل واضح جدا يعني مثلا رئيس قبرص مرة قال له على الجنزوري قال له عندك رئيس وزراء ممتاز فمبارك رد بامتعاده قال له اه هارد ووركر مش ممتاز يعني للاشارة الا انه كل ما يميز الجنزوري كسرة العمل يمكن لو كان يعرف عربي كان قال له حمار شغل مثلا يعني ويقف مواطن يقول في زيارة لمبارك الى الاسكندرية لقد اتيت بالمحافظ المحجوب الذي نطلق عليه المحبوب فمبارك يقول له احنا عندنا محافظين كتير كويسين مستكتر اوي ان حد فيهم ياخد منه حتى لقطة كويسة الجنزوري بيقول انه هو خدع بتعامل المبارك معاه بمودة وانه ده لما خد قرار انه يرفض زيادة الاستثمارات المخصصة للرياسة لمشروع قصر رأس التين وجناح الاميرات البلد طبعا يعني حالة الكرب والجنزوري اعتبر ان فيه اولويات اهمة في ظل الحالة الاقتصادية المزرعة للبلاد ومتخيل ان المبارك هيفتكر انه لما ياخد قرار زي ده للصالح العام فالمردود هيرجع على مبارك نفسه ومش على الجنزوري لكن ما ادركش ان مبارك فهم القرار ده بوصفه تعبير ان الجنزوري بيتحداني بقى لكن ما لاجأش للتعبير عن غضبه مباشرة ودي من طرق مبارك المفضلة ام رايح لواحد من ازراعته الاعلامية وزراعه المفضل سامير رجب اللي كان في الجمهورية وامروا بشن حملة ضارية على الجنزوري ابتدت يوم الحد 3 اكتوبر 99 صدرت صحيفة الجمهورية بمقار رئيسي لسامير رجب بعنوان المغرور ظن الجنزوري ان سبب المقال اللي بيهاجمه ان هو رفض طلب كان قدمه له سامير رجب عشان يديله استثناء في ارتفاع مبنى الجمهورية الجديد اللي اشتهر طبعا فيما بعد بمبنى الجاكوزي نسبة الى الجاكوزي اللي سامير رجب ركبه في مكتبه بالجران دي طبعا فضيحة على الجنب يعني نذكر الناس بيها ممكن نتكلم عنها في وقت تاني لكن الجنزوري عرف بعد كده من مصادره ان المقال الكتب بتوجيه من مبارك وكان تمهيد لحملة اعلامية عنيفة الصحف اللي بتشتغل بالزرار عشان تساعد على الاطاحة بيه بشكل فجأ ولما سأل عمر سليمان عن سر ذلك قال له عمر سليمان ان اللي حواليه اقنعوه انك بقيت ند لي طبعا الاجابة دي بتكشف فهم عمر سليمان لمفاتيح مبارك وان اللي خلاه يكتسب ثقة مبارك اللي ما بيحبش يكون حواليه انداد لي حتى لو حققوا نجاحات هي في الاخر هتنسب له في نهاية المطاف لبس الجنزوري الجلبية وقعد في البيت ولم يشفع له كل ما بدلوا من مجهود لتحسين الاقتصاد بل تحول المجهود ده الى وبال عليه لما تحول الى منافس محتمل للحاكم الفرد عشان يدرك بعد فوات الاوان انه لا يمكن في ظل مناخ فاسد ان تقوم باعمال صالحة مهما كنت حسن النية او مجتهدا في عملك وخلال اقامته في بلكونة منزله بدأ الجنزوري يتأمل مسار عمله مع مبارك منذ البداية عشان يروي لنا وقعة مهمة كان يمكن لمصر ان تفلح فيها لو استمع رئيسها الى نصيحة امرأة يعني ما هيش بالتأكيد المثال الكامل الاوصاف للحاكم في حد ذاتها لكن اللي قالته لمبارك في اول مايو 1983 كان ممكن ينفعه وينفعنا كلنا لو كان اخذ كلامها بجدية دون يعني ما يردد في سره ربما ما افلح حقه من ولا امرأة وامرأة واش فاهمك انت يا ولية او غيرها من العبارات اللي لو لم يكن قد قال نصها فيبدو انه عمل بمقتضاها للأسف بتكلم عن رئيسة الوزراء البريطانية الاشهر مارجريت تاتشر التي يروي الجنزوري انها وقفت تتكلم مع مبارك خلال زيارته للندن في مايو 83 وقالت له سيادة الرئيس نحن نحبك ثم بعد صمت القليل لاننا نحب مصر مصدر الحضارات العظيمة ثم اشارت مستطردة سيدي ان بعض شعوب العالم في اشد الحاجة الى ان يسمعها حكمها لا بد للقادة ان ينصطوا لشعوبهم اكثر مما يتكلمون وعلى الحاكم ان يعلم جيدا ما يطلبون ويعلن عما يمكن ان يحققه وما لا يمكن لان مقابلة مطالبهم بالصمت ليس حلا لانه ان طال يولد الغضب الذي يختزن في القلوب ولا يمكن للصمت والغضب ان يستمر سيأتي يوم مهما طال لينفجر الكبت المخزون وتخرج هذه الشعوب لتقول لا 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 سيادة الرئيس لا اقصد بلدا بعينه لكن خبرتي قبل ان اتي رئيسا للوزراء والتحامي بالطبقة البسيطة التي نشأت منها هي التي دفعتني لكي اقول هذا لزعيم دولة كبيرة في الشرق الاوسط شوفوا الكلام المهم جدا طبعا الجنزوري بيحكيه ومبارك عايش وهو عايش واطراف الوقعة وشهودها عايشين بيقول بقى انه لم يعلق مبارك الا بابتسامة خفيفة وطنش طبعا الكلام ده وسنة الثلاثة وتمانين بيعلق الجنزوري بيقول واليوم اقول سبحان الله كيف توقعت السيدة تاتشر هذا الانفجار منذ ثلاثة عقود طبعا تاتشر لا كانت منجمة ولا توقعت ولا حاجة هي بتقول الحاجة البسيطة بغض النظر عن ان ولايتها نفسها فيها مشاكل ولكن بتتكلم حوالين منطق بسيط لم يدركه حسني مبارك وبيستمر الجنزوري بيلقي الضوء على الاجواء التي كانت سببا يعني في ذلك الاداء الجنزوري وازاي انه بعد ما خرج من الحكم اتمنع كل القيادات السياسية والوزراء والمحافظين بل ورجال الاعمال من الاتصال به والطلب منهم عدم الاتصال به خالص بل ان فيه تلات رجال اعمال اتصلوا به فتعنفوا وهم محمد نصير والدكتور احمد بهجة ونجيب سويرس واللي الجنزوري بيقول ان مبارك نفسه اتصل بكل واحد فيهم بعد ما خلصت المكالمة وهددهم وطلب من كل واحد منهم عدم الاتصال بالجنزوري ثانية والكلام ده يعني نصير يمكن مات الله يرحمه لكن لا نفا لا سويرس ولا بهجة بعد نشر المذكرات عشان يؤكده شهادة الجنزوري اللي بتكشف ازاي مبارك كان بيعتبر مبارك خصم يعني الجنزوري خصم مباشر ليه لابد من بقاءه معزول تماما عن اي تأثير او حتى اتصال بمن لهم تأثير والرسالة وصلت للجنزوري طبعا فالتزم الصمت التام خصوصا انه ما كانتش ليه يعني منافذ اعلامية تخليه يتحدث للرأي العام واستمرت يعني بيقول انه هو لما ظهرت حركة كفاية تصل بسكرتير مبارك اللواء جمال عب عزيز وسأله هل تصل للرئيس مبارك الهتفات اللي بتتردد ضده وطلب من مبارك انه هو يقول له ارجو ان يعلم ان بعضا من حوله يخرجون بعد منتصف الليل من فندق الشرط اللي يستقل ويخت ويعلم الله مدى سوء ما يمارسونه تاركين الحرس على الشاطئ ليعودوا فجرا فلابد ان الحرس سيقولون للعامة ماذا فعل هؤلاء ولا يعلم ان بعض الاخر من الفاسدين تصلهم الرشاوي على مكاتبهم ونسوا او انساهم الله ان هذا المال الفاسد يوزع على عامل الاسنصير الذي شاهد يعني بينبهه برضو كرجل دولة ان خد بالك الوقاع الفاسد دي الافعال الفتحة اللي بترتكب في اليخت والرشاوة في ناس بيشوفوها فممكن ينقلوها على الناس فانا خايف عليك رئيس وبحذرك وبيقول انه هو تأكد من جمال عبدالعزيز سكرتير مبارك انه بلغ هذا الكلام لمبارك ولكن مبارك لم يلتفت اليه طبعا هو الجنزوري متصور قال يعني ايه انه لو كان مبارك حل هذه المشكلتين وترقيع النظام الفاسد ده كان ممكن يدفعه للاستمرار لكن الكل عارف وعلم وبيتأكد حتى دلوقتي مع استمرار ادارة السيسي للدولة ان المسألة ما يقوس منها وان ترقيع هذا الكيان الخرب لن يزيده الا سوءا وان الحل هيفضل تاني في فكرة بناء عقد اجتماعي جديد بين المصريين وبين الدولة عشان كله يتحاسب لما يغلط وتنتقل مصر من فكرة حكم العزبة والابعادية الى حكم الدولة اللي بجد